مغامرة ضفضع كان أميرا مرحبا اقتربوا أهمس في آذانكم سرا خطيرا أنا ضفضع لكني لست ضفضع عاديا فهناك ضفاضع كثيرة منقطة مخططة ضفاضع بعيون حمراء ببشرة زرقاء لكني لا أشبه أي منها في شيء أنا ضفضع من نوع آخر أنا ضفضع كنت في السابق أميرا أميرا وسيما وقويا وطويلا أميرا من النوع الذي يأتي على رأسه تاج وعلى أكتافه رداء قرمزي متدل كيف أعرفت أني كنت أميرا؟ آه من قصة نسيحة أحد الأطفال يوما على كتف النهر قرأت فيها عن ذلك الأمير القوي الذكي الذي حولته الساحرة الشريرة إلى ضفضع أنا قوي وذكي لذلك استنتجت أني ولابد ذلك الأمير وذلك القصر على كتف النهر هناك لابد أنه كان قصري هل تحتاجون دليلا آخر على أني أمير؟ هذه اللافتات الكثيرة وضعتها الساحرة هنا من أجلي بالتأكيد كي لا أقترب من القصر من غيرها يفعل هذه الأفعال الشريرة؟ لكن لدي خطة كي أعود أميرا أنا أبحث كل يوم عن فتاة جميلة تقبلني كي أعود لسابق عهدي غير أني لم أجد تلك الفتاة بعد أعني أني وجدت فتيات كثيرات غير أنهن لم يقبلن أن يقبلنني إنهن جاهلات يفرطن بأمير وسيم مثلي فقط لأنهن يتقززن من تقبيل جلدي الأخضر المقر في الدبق الجميل أستغرب الفتيات كيف يفكرنا أحيانا أنا اليوم كعادتي أتسكع على ضفة النهر أبحث عن فتاة ذكية مستعدة لتقبيلي تمر ذبابة بطنين مزعج فينطلق لساني كالصاروخ ويخطفها أحب طعم الذباب أبي طن مالح ومقرمش أتدلى قليلا لأشاهد لمعانى وجهي الجميل على صفحة المياه الرائقة وجه جميل حقا أغطس لأخذ حمام الصباح أسبح في دوائر وأنا أغلي وأغطس 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 لكن ماذا يحصل تيار يسحبني نحو فوهة في أسفل النهر لا أستطيع المقاومة النجدة لا يمكنني التوقف لا يمكنني التوقف اقترب من الفوهة بسرعة ماذا الآن أنا في نفق مظلم ماذا أفعل في هذا النفق لابد أن الزاحرة الشريرة تخطط الاختطاف سحبتني أولا نحو الفوهة ثم عبر النفق والآن إلى أين ستسحبني نحو نعورة نعورة سريعة وعنيدة بدأت أشعر بالدوار سأقفز على هذا العمود المثبت في مركزها ماذا يوجد في آخره قرص يدور مكتوب عليه مولد الكهرباء عظيم سأستعمل الأسلاك المثبتة على المولد للخروج من هنا ألم أخبركم أني ضفضع ذكي سأتتبع هذه الأسلاك لابد أنها ستخرجني إلى خارج الماء يا ويلي ماذا أفعل على هذا العمود لا سلم لأنزل عليه سأمشي على الأسلاك من عمود لعمود حتى أجد سلما متى ينتهي هذا اليوم العصيب لكن يا للمفاجأة هذه الأسلاك إنها تنتهي بالقصر الأسلاك تسود القصر بالكهرباء أخيرا سأدخل هذا القصر الذي انحرمت من دخوله طوال عمري هل تراني سأذكر منه شيئا؟ هل كنت في هذه الصحون آكل الضبابة الطنان الشهي؟ وعلى هذه الأرائك كنت أقفز من ظهر إلى مسند وأقول رربت رربت بصراحة أنا لا أذكر شيئا سأذهب لغرف النوم على ذاكرتي تنتعش فتاة نائمة وأميرة أيضا يا لحسن حظي سأقترب منها بهدوء شديد وأسحب يدها بلطف أشد وأقبل يدها بسرعة قبل أن تستيقظ وتطردني أخيرا سأعود أميرا آه آه ما أنعم يدها لم تنضي بضع ثوان حتى صارت الأميرة تصرخ فيي ضفدع؟ ضفدع قبلني؟ ضفدع قبلني؟ حسنا لا داعي لهذا الهلع حتى لو قبلها ضفدع هذه الأميرة المتبرمة متى تكف عن الصراخ في أذنيه؟ لكن اختفت الأميرة فجأة أين ذهبت؟ وأنا لماذا لا تزال أصابعي أربعة وخضراء وتنتهي بكرات؟ أسمع صوتا بالقرب مني يقول ربت ربت هل يوجد ضفدع آخر غيري في الغرفة؟ ضفدعة زهرية منقطة تنظر إلي بعينين سوداوين أسألها من أين أتيتي؟ فتجيبني أنا الأميرة أيها الضفدع الجاهل لما قبلت يدي؟ تحولت إلى ضفدعة بسببك هل تهذي هذه الضفدعة؟ أجيبها من المفترض أن أتحول أنا إلى أمير وليس أنت إلى ضفدعة بهياج ترفع صوتها وتقول عندما ولدتني أمي وضعت ساحرة شريرة تعويذة ضدي التعويذة تقول أن لو قبلني ضفدع سأتحول إلى ضفدعة أفعم فجأة لماذا لافتات كثيرة تحيط بالقصر تمنع دخول الضفدع؟ أرثي لحال الضفدعة وأقول لكن لا تحزن يا أميرة كل ما علينا هو أن نجد أمراء يقبلوننا وقتها نعود كما كنا هيا بنا لو قبلني ضفدع سأتحول إلى ضفدعة أفعم فجأة لماذا لافتات كثيرة تحيط بالقصر تمنع دخول الضفدع؟ أرثي لحال الضفدعة وأقول لكن لا تحزن يا أميرة كل ما علينا هو أن نجد أمراء يقبلوننا وقتها نعود كما كنا هيا بنا أميرة 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 أم